عم الجدل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب تداول مقطع فيديو يوثق تهور سائق سيارة خاصة على الطريق أو على طريق السويس وقيادته لسيارته برعونة معرض حياة المواطنين على الطريق السريع لخطر كبير في مشهد شبهه كثيرون بمشاهد أفلام هوليوود تم تداول مقطع الفيديو لسائق طائش على طريق السويس فجأ به السائقون على الطريق وهو يقود بصورة متهورة جنونية تارك باب السيارة اليسار مفتوحا وتظهر قدمه اليسرى خارج السيارة في صورة أوحت للكثيرين بأنه غير طبيعيا وغير مدركا لما يفعله معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر حاول سائق شاحنة نقل ثقيلة التدخل عبر صد سيارة المتهور من الخلف لعله يتوقف ولكن السائق لم يستجب وواصل طريقه غير عبئ بتحذيرات رجال الشرطة اتفرجوا يا جدعان الفيديو ده يطلع تريند وبعد إلقاء القبض عليه أمر النائب العام بحبس سائق السيارة الذي تسبب بحادثا على طريق السويس وعرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة وبعد التحقيق أمر النائب العام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المتخصصة أو المختصة وقالت النيابة في بيان أمرنا بإحالة موظف بإحدى الجامعات لمعاقبته بعد اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وثبت بتقرير الطب الشرعي تعاطيه المواد المخدرة المضبوطة بحوزته وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة مما عرض حياة الناس للخطر وقالت النيابة العامة إن قضية أخرى فتحت بخصوص ما ارتكبه قائد سيارة أو سيارة النقل من استضامه بسيارة المتهم وعم ارتكبه البعض من التعدي على المتهم عقب إيقافه ما تسبب بإصابته انتشار الفيديو للمطاردة المثيرة أثار موجة غضب وجدل واسعين بين المصريين فعبد الرحمن المصري يقول سائق السيارة الصغيرة المتهوردة شخص غير سوي وسائق النقل شخص فاضل لقنه درسا أن الطريق ليس ملك لك وحدك فلا تلعب بأرواح الناس على الطريق السريع أما طموح الذهب يقول في تغريدته لازم يتحاسب الاثنين سواء النقل سواء السيارة التوسان اللي وقفته والناس اللي ضربوا لازم يتحاسبوا جميعا أما تغريدة طارق أحمد فيقول طارق الشرطة كانت غائبة تماما ولا يمكن أن نلوم الناس لأنهم بيسدوا فراغ غياب الشرطة ولا أعلم الشرطة في مصر ما فائدتها تغريدة أخيرة من محمد الجارح يقول من سنة ونص سواء تريلا مصري في أمريكا نجح في إنهاء مطردة الشرطة بالطائرات والسيارات لمجرم هارب من جريمة قتل وهناك الإعلام احتفى بيكرموه هو نفس اللي حاول يعمل سواء تريلا المصري برضو على طريق السويس في أمريكا احتفوا بسواء تريلا وإحنا هنا بن هاجمو وأرفق محمد تغريدته بصورة أو صورة التي يوجد بها سائق الشاحنة المصري الذي تم تكريمه في أمريكا لموقفه البطولي كما وصف بعد الجدل الواسع حول سائق الشاحنة ويدعى هاني سعيد استضافته قناة القاهرة والناس حيث أوضح أن ما فعله كان بغرض منغ الضرر عن الآخرين الدم منه من العربية الصامرة ديت أعمال أجيب من الشمال لليمين من الصور للصور واللي حاولي يعدي منه أنا هديت علشان أشوف المغفو واللي يعدي منه كان يزن عليه أو يخبطه اللي دايقني أكتر أنه كان فيه مقرباص نازم السويس محمد ركاب كان هيلبسه في الصور وإقلبه بركابه العربية الملاكة اللي كانت ماشية في السكة كانت بالطالب المساعدة مني فقلت لازم أدي له الخرطة زيارة على قده كده تواعيه والسحصحة ويفوق فالخرطة بتاعتي اللي أطرفته يمين دي ساعدتني لأنا أجي على يمين